السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل الله احفظك بعد اذنب حضرتك انا عندي بنتي كمان سنوات ينفع ان انا بخلها مع المسجد يعني فينفع ان ليه تقف جنب الصف لا لا تدخلها المسجد هو من ناحية الصلاة لن تبطل لكنها تعبث في الصفوف وتخرج وتأتي وتشغل المصلين فانصحتكم علي اسم يعني لو انا لا مش عليك اسم بس يتخل بصلاة الناس الرسول على السلام كان يحمل امام حضرك بنزل الاصفال في المسجد اكمل كلامي الله يغفر لك اتركني اكمل كلامي اتركني اكمل كلامي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عند دخول الصبيان المسجد الصغار لا بأس بذلك ما لم يحدثه فوضى ولا فتنة وذلك لان الحسن والحسين دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يغطب الجمعة فنزل واحتضنهما ايضا لان النبي كان يحمل امام في الصلاة لكن هذا ليس بصريح في ان ذلك في المسجد ايضا لان عمر ابن سلمة كان يأم الناس وهو ابن ست سنين لكوني كان اقرأ فادخول الصبيان المسجد لا بأس به وايضا قال عليه الصلاة والسلام ادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع وبكاء الصبي فأخففه من شدة وجد امي عليه كلها دل على دخول الصبيان المسجد لكن حيث لا فوضى لان الله قال قد افتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فاذا كان الطفل يفقدنا الخشوع الطفل يفقدنا الخشوع ويعبث او واحد جاء بنته لما تبرجها او اللبسها فوق الركبة صغيرة معه تشغل انظار المصلين في هذه الحال ابعادها افضل حفاظا على قوله تعالى قد افتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فاذا كان اطفال يأتون ايضا يضربوا بعضهم بعضا ويصرخون في المسجد ويفسدون على الناس صلاتهم ايضا اما ان يكون معهم من يؤدبهم او يستقروا في بيوتهم الى ان يؤدبوا اما الفوضى بهذه الطريقة التي تحدث في بعض المساجد طبعا ستفسد على المصلين يخشوعهم هذا قد ارد في الباب حديث لكن في سنده ضعف لفظه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم الا انه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم طب يا مولانا لو البنت يعني يعني بتوعى في المسجد هي فهمة كام امرها يا اخي كام امرها 8 سنين لا 8 سنين 8 سنين كبيرة من صغيرة ما امها خلاها ما امها عند النساء تبت يز كام امرها